جرائم الصهيونية تتوسع وما زالت تلقى دعما أمريكيا وإن أصبح هناك نوع من الامتعاض الأمريكي أو الامتعاض الغربي في أوروبا بدأت أصوات ترتفع أكثر فأكثر لكي تتوقف هذه الهمجية آخرها تصويت البرلمان البريطاني قبل قليل في الحقيقة تبنيه حتى بدون تصويت تبنيه لقرار يطالب بوقف النار فورا وهو موقف متقدم جدا قارنة بأسابيع مضت كانت فيها بريطانيا تقف بموقف الداعم الأحد كبار الداعمين مع ألمانيا وخاصة الولايات المتحدة لهذا الكيان الإجرامي الذي ساعت بريطانيا وأنشأته وصنعته قبل أن تتولى الولايات المتحدة رعايته منذ الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد سبعة وستين إذن في غزة يجوع الناس الوكالات الإغاثية الوكالات الأممية كبار مسؤولين في هذه الوكالات يتحدثون على أن هناك على الأقل خمسمائة ألف شخص في حالة جوع وهم في حالة على حافة مجاع ينتقلون من الجوع إلى المجاع الصورة أظهرت صور ظن العالم أنها لن تتكرر صور بدت وكأنها من الحرب العالمية الأولى أو الثانية حيث النساء والأطفال والرجال يبحثون على الماء وعلى الأكل مئات الألاف من أهل غزة خاصة في شمال غزة أكلوا ويأكلون أعلاف الحيوانات وبعضهم لم يجد حتى هذه الأعلاف نهيكا عن الأمراض والأمراض المرتبطة بنقص المياه ثلاث أربع أهل غزة يشربون مياه ملوثة الحقيقة أن كثيرين مفجوعين في هذا العالم لمن ظنوا أن هذه الصور لن تتكرر في القرن الـ 21 لكن هنا نرى هذه الصور وكأنها تأتي من قرون مضت ونرى أطفال يجرون وهم يحملون أواني في أيديهم لعلهم يحصلون على قليل من الرز أو من السميد أو من غيرها هذه الصور كلها في الحقيقة هي مقدمة للإطاحة بالنظام العالمي القائم اليوم نحن نتجه نحو التوحش إن هذا العالم يتجه نحو التوحش بكل ما تعنيه الكلمة في نفس الوقت تظهر هذه الصور مدى فضاعة أن يكون حاكم مصر هو السيسي ومن معه ما كان لهذا الكيان الصهيوني الإجرامي أن يقدم على هذه الفضاعة لو أنها في مصر لا أقول حكام من رحم شعب إنما حكام فيهم حد أدنى من الإنسانية حد أدنى من الوطنية حد أدنى من الأخوة لا نقول أن يكون من مستوى راقي ومستوى الشعب ومستوى أخلاقي عالي لا 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 فقط حد أدنى يعني لو كان جاءت جنوب إفريقيا حكام جنوب إفريقيا جاء هما حكام مصر أو حاكم البرازيل جاء هو حاكم مصر أو حتى حاكم مكسيك ما كان ليحدث ما يحدث إنما ما يحدث في غزة هو بتعامر معلن غير مخفي من جنرالات مصر هو بتواطع واضح وفاضح من جنرالات مصر طبعا بدعم خفي من كبار المجرمين في الإمارات والسعودية والأردن أيضا إن المواد تصل الآن لألكال الإسرائيلي جزء كبير من المواد تمر عبر الأردن قادمة من السعودية وقبلها منطلقة من دولة المسخ الإمارات لو كان السهاينة وداعمهم يدركون أن هذه الأنظمة القائمة فيما يسمى بالعالم العربي لديهم ذرة واحدة حبا لأبطارهم وهم يعرفون شعوبهم وغضبها على ما يحدث ما أقدم الكيان الصهيوني على ما يقوم بهم يقدم ذلك ويظهر نتنياهو ويظهر جانتس وغالنت ويقول نحن متفقين مع المصريين نعم هذه حقيقة حقيقة مرة ولكن هذه حقيقة الحقيقة قرأت اليوم تغريدة لشيخ الأصهر متألم فيها غاليني نشوف التغريدة اللي رحي عندي النام وشارككم إياها لعل التغريدة عندي نعم يقول فيها تألم كثيرا من استمرار الوضع الحالي في غزة وسط صمت عالمي غير إنساني وأكثر ما يؤلمني الاعتياد على مشاهدة قتل الشهداء حتى أصبح البعض يتابع الأخبار وهو يتناول وجباته الغدائية في سلوك يدلل على فقدان كثير منها الإحساس أحمد الطيب شيخ الأصهر كلام جميل لكن من شخص هو مشارك في هذه المأساة وقد يستغرب البعض قولي أنه مشارك في هذه المأساة نعم شيخ الأصهر مشارك في هذه المأساة شيخ الأصهر برغم أنه أقل السيئين في مصر ممن يحسبونها على النظام القائم أقل السيئين لكن شيخ الأصهر هذا وقف مع السيسي وجنرالاته في انقلاب 2013 وظهر هو ولحة أخرى قدرة في صورة بائسة مع السيسي في انقلاب 2013 لو لا انقلاب 2013 لما أقدم هذا الكيان الصهيوني على ما يقوم به الآن في 2012 عندما هاجم هذا الكيان غزة بعد أيام توقف كان هناك رئيس قال إننا لا نقبل ما تقوم به إسرائيل وهدد بالنظر في اتفاقيات معها وأرسل رئيس الوزراء ودخل غزة هو ووزراءه وأدخل المساعدة توقفت إسرائيل عن القصف الذي كان قائما أعيهمها أي شخص يأتي من رحم الشعوب يستطيع أن يواجه القوى الخارجية لكن عندما تأتي هذه القوى الخارجية بمن يحكمنا فاعلم أننا شعوب تحت الرونجيرس تحت الحذاء الداخلي والخارجي ما كان ما نراه من بؤس ويأس وجوع وقتل همجي وبربرية غير مسبوقة تحدث في غزة لو أن الحكام خاصة المجاورين لفلسطين كانت فيهم ذرة من ذرات الإنسانية والوطنية هذه حقيقة مرة البعض يتجنبها أو لا يريد أن يتحدث عنها أو يستغفلها لكن هذه الحقيقة إننا نحكم بجواسيس إننا نحكم بشواسيس واللي مو الجاسوس جبان تقدر تستطني منهم ثلاثة أو الأربعة ما هم جواسيس بالمعنى المطلع وإن كانوا كلهم أنظمة وظيفية كلهم أنظمة وظيفية لكن بعضهم ما هو الجاسوس بالمعنى المطلع فهو جبان ما كان للصهيونية وحكام تل أبيب أن يقدمون على ما عليه لو أن في أرض الحرمين شخص قال لا هذا غير مقبول إن كل الأنظمة على استثناءات قليلة مرة أخرى سعت وتسعى وكانت ترغب صحيح هي الآن منزعجة لأن ترى أن الشعوب الشعوب تغلي في المنطقة كلها شعوب أوروبية وتغلي فما بالك شعوبنا لكن في البداية كانوا كلهم سعداء أو أغلبيتهم كانوا سعداء بأن يقضي نتنياهو ومن معه من كبار المفسدين والمجرمين على المقاومة لأن المقاومة في غزة تذكر الشعوب وتذكر هؤلاء الطغات وهؤلاء الجواسيس أن هناك نبض هناك شعب يرفض الطغيان ولأنهم كلهم طغات فطغات إسرائيل أقرب إليهم من المقاومة وأقرب إليهم من شعوبهم كما تعلمون أقدمت الولايات المتحدة على فيتو لمشروع كان تقدم به العصابات التي تحكم الجزائر عن طريق سفيرها تقدمت بهذا المشروع وهو نظريا معقول للإنصاف وأنا كنت قلت في اللايب السابق أنني أستبعد جدا أن يقدموه لكنهم قدموه كنت خليت 1% يبدو أنهم مضوا في الـ 1% جيد أنهم فعلوا ذلك دعنا نقولها بكل صدق وبكل إنصاف لكن هناك خلفيات ربما الناس لا يعرفوهاش نعم أقدمت الولايات المتحدة على الإيطاح بالمشروع عن طريق البيتو وزعمت المندوبة الأمريكية من أن هذا المشروع الذي تقدم به السفير الجزائري يضر عملية التفاوض ويضر الوساطة القائمة وأنه قد ينفع الإرهاب والإرهابين إلى آخرها طبعاً تكذب هذه المندوبة وهي تنفذ أغامر سادة البيت الأبيض ما لا يعرفه ربما كثير من الجزائريين أنه في الوقت الذي ظهر السفير هناك على أساس أنه هناك خصومة أو هناك خلاف مع الإدارة لا أقول خصومة خصومة كلبة كبيرة عليها أن هناك خلاف مع الرأي الأمريكي هذا واضح أنه كان هناك خلاف إلى درجة اضطرت فيه الولايات المتحدة إلى البيتو في هذا الوقت بالذات كانت هناك وفود أمريكية وفد أمريكي يناقش في الجزائر مكافحة الإرهاب مع العصابات في الجزائر خلينا نوري لكم ما قالت السفيرة سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر ها هو الوفد تتوسطه السفيرة لمن يستطيع أن يظهر الصورة وذلك نعطيكم المرجع بيش ترحوا تلقاوه وين تلقاوه هات الكلام لأنني نقول فيه طبعا هنا في حوالي 30 شخص أو يزيد بلك 40 شخص في الصورة تتوسطهم السفيرة ومعهم ما يسمى بالأمين العام لوزارة الداخلية طبعا الجنرالات لأن مكافحة الإرهاب هي تادياريس ومتع المخابرات الإرهابية اختفوا ولم يظهروا في الصورة أو ظهروا بلباس مدني لكن السفيرة فضحتهم بالحقيقة وقالت بصرح العبارة أن هناك لقاء وكان لقاءا رائعا في إطار التنسيق مع ما بين الجزائر والليهات المتحدة فيما يسمى مكافحة الإرهاب هذه العصابة لها وجهان وجه تحاول أن تظهر به وتقدمه للشعب الجزائر لم تسمعوا هذا الخبر إطلاقا في قنواتهم هذه الأيام قبل أحداث غزة كانوا يتفخرون بقضية مكافحة الإرهاب مكافحة الإرهاب ما زال يتفخرون به في حدود ضيقة لكنها خفت لهجة مكافحة الإرهاب لأنهم الناس تساويهم مع الصهاينة لأن الصهاينة أيضا وش يقولون يقولون نكافحوا في الإرهاب في غزة لم يظهر هذا على الأقل مساعد قتل وشوه إذا ظهر في قنواتهم في جاريتهم قال لي مكان شيء لم يرى شيء أو لم نجد شيء لم يظهر هذا الموضوع في قنواتهم أو في جاريتهم على الأقل فيما نعرف لكن السفيرة الأمريكية فضحتهم بوضع مجموعة تغريدات رهي موجودة تغريداتين أو ثلاثة لها لمن يريد أن يدخل على صفحتها سيجد هذا في صفحة السفيرة الأمريكية خلينا أعطي لكم حتى أندي لها شوية إذا رأى عندي هنا رأى اسمها أمباسادر أوبان لمن يريد أن يبحث على حسابها وطبعا هذه السفيرة هنا مع ولي تيميمون بن عمار صونة هذه السفيرة تتجول في كل الولايات فهي هنا مع ما يسمى بالمدير العام الجديد بدوي علي بدوي للبوليس ومع ولات آخرين هنا مع والي أدرار وقد استقبلت بالرقص واشطيح جايبين مساكين البؤساء هذوك باش يعطونهم خمسين ألف والمئة ألف في نهاية الرقص وجايبينهم وقد استقبلت في تيميمون وفي أدرار وفي أماكن أخرى برقص الرجال والنساء إذن السفيرة الأمريكية فضحت العصابة وتحدثت بصرح العبارة عن الشراكة العميقة والممتدة منذ ما يقارب من 24 سنة الآن 23 سنة منذ 2001 على الأقل فيما تقوم به الولايات المتحدة وما تسميه هي الجزائر في مكافحة الإرهاب في الحقيقة ليست الجزائر الذي يكافح الإرهاب الإرهاب هو موجود في هارم السلطة وخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكري هذا قرار شعبي هذا شعار شعبي هذا موقف شعبي بمقتضاه وقعت قطيعة مطلقة ومعلنة وصادعة مع العصابات للتحكم في الجزائر عصابات بأتم ما تعنيه الكلمة رسلني الكثيرين وهم غاضبون جدا كيف تقدم هذه العصابات على تعيين المدعو مديوني أحد المجرمين والفجار ولا يخفي ذلك على المنية تعينه مدير عام للمطار لأهم مطار في البلاد مطار العاصمة قلت لهم لماذا تستغربون إذا كان اليوم قتال أجر من هذا مديوني هو مسؤول الأمن الداخلي في المخابرات اللي يسموه ناصر الجن المجرم ناصر الجن القتال بشهادة من كانوا يقتلون معه وكنا أكثر من مرة وريت لكم هنا صف الضابط هواري للمناش عارفين ما صيروا الآن واللي كان يتحدث على صراحة العبارة وكيفاش كانوا يقتلون واش حال كانوا ياخذوا مال على كل رأس يقتلونه وأغلبهم هذا الرؤوس كانوا مساجين كانوا أسرى جزائريين عند هذه العصابات قلت لهم لماذا تستغربون إذا كان شنغريحة اللي بالأدلة ولدي هذه الأدلة أقدم علاقة العسكريين كانوا معهم فيما يسمى مكافحة الإرهاء لكن بشير عب قال الناس اللي معاه جاب ثلاثة وقال لهم انتم رأس شاكين فيكم وأعدمهم بالرصاص أمام الناس شنغريحة الذي كان يذبح في البويرة في الإخضارية وما جارها جبار مهنة الذي كان يختصب النساء في العاصمة في البوليدة في تيبازة في بومرداس في المدية في البليدة إلى آخره هؤلاء هم حكام كونهم يعينوا العقيد المجرم السابق مديوني على مطار ورحوا أقل بؤس من المسؤولين على المخابرات الخارجية والداخلية وعلى الجيش حتى هذا على البدوي اللي يعينوه على الديجياسا على الديجياسا ما يسمى بالبوليس أحد كبار الذباحين في بومرداس في فترة التسعينات ومكن يقول الذباحين رأهم كانوا شيء يذبحوا فقط كانوا يذبحون وينهبون ويقتصبون ويعني كل الأفعال البشعة لمرات رأينا نشوفوها في غزة كانوا يفعلونها في التسعينات فأصبحوا هم حكام البلاد إذن للذين ربما وأنا أتفهم لماذا بعض الناس يحبوا يجدون أي شيء يرفع اسم الجزائر وللذين افتخروا من أن الجزائر رفعت هذا المشروع في الأمم المتحدة أنا معكم يا ليت يا ليت لدينا دبلوماسية بحق ولدينا مخابرات بحق ولدينا وزارة داخلية بحق وشرطة بحق ودرك بحق هذه ليست حقيقة هذا التزوير نعم رفعوا أو قدموا مشروع لكنهم كانوا يعرفون أن هذا المشروع لن يمر مع ذلك تقديمهم المشروع أحسن من الله أنهم قدموش لكنها صورة جزئية غير حقيقية وهمية عن حقيقة هذه العصابات من يريد أن يشعر بأن هؤلاء حكام ويطيحهم وأهلاه ذلك نشفناها في هذا الإمام من تعوهران إمام تعوهران كان يقدسهم لكن حينما قال كلمات ليس في تبون وليس في شنغريحة وليس في جبار مهنة ولا في ناصر المجرم ولا قالها فقط في الوالي قال له رهي شوية عيب أنك تخرج وتخرج معك عشرات السيارات ومئات المسؤولين وتغلقوا وحران كلها وانتكي باش تتحرك من حي لحي أو من جهة لجهة سجنه خلينا نشوفوا هذا الإمام مع أن هذا الإمام ظل يدعمهم ويقدسهم ويضخمهم ويحارب الحراك ويشتم الحراك ويشتم الأحرار لم يشفع له ذلك بعض الناس كتبوا لي قالوا لي إنسان طيب وإنسان نعم لا شك ممكن جدا أنه كإنسان طيب لكنه كان يظن أن مهاجمته للحراك تهجموا على الأحرار رح يعطيه نوع من الشرعية عند هذه العصابات رح يعطيه نوع من المكانة عند هذه العصابات لا لا كلينيكس كثيرين يستخدمون كمان يستخدم ورق المنديل هذا تمسح به يديك أو تمسح به فمك أو أي شيء على الطاولة وبعدين ترميه هذه الحقيقة نمتع الكثيرين هذه العصابات وكيف تتعامل مع الذين هم خدم عندها لن نستطيع أن ندافع على هذا الإمام لأنه هو الذي صنع وهو الذي قدس واحد مثل سعيد 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 ولي وهران واحد من أفجر وأقدر قولاً وسلوكاً وأفعالاً وكل شيء فيه قدر كان هو يعتبر والي وكان يعتبر إنسان وكان يعتبر حاكم لا أجد هذه تعلق الإمام إذا أحب المساعد يبعثها ليبعثها لكن بمجرد انتقدوا في شيء أزعج أهل وهران منزعجين جداً يجي شنقريح يغلقوا وهران يجي الوالي يغلقوا وهران يجي أي وزير تافي يغلقوا وهران نفس الشيء في تمراص أو في بجايا أو في ورقلة أو في سعيدة أو في عنابة نفس الشيء تشعر أنك أمام قوة محتلة وليس حكام موظفين عند الشعب إنهم قوة محتلة للبلاد يعبثونها بها كما شاء سنعود لهذا الموضوع إن شاء الله في الجزء الثاني حينما تحدث على أحد كبار المجرمين اللي هو ما يسمى بمدير المدير العام لوكالة التشغيل أو لنام عودة لغزة تستمر المعارك فيها وتستمر المقاومة وقد كان هناك معارك معتبرة خاصة في خان يونس وفي جباليا وفي أماكن أخرى من غزة مما يعني أنه بعد أكثر من 133 يوم ما زالت المقاومة صامنة وقادرة على مواجهة الضغط إلى درجة أننا وجدنا أحد كبار الجنرالات في الكيان وهو أيزنكورت يقول في اعتراف هذا هذا أحد الخمسة فيما يسمى بمجلس الحرب ماذا يقول بالضبط خلينا قرأ لكم مقطع لذا رأى أمامي هنا نعم نعم هو موجود يقول أيزنكورت وهو أحد الخمسة في مجلس الحرب إن العمليات العسكرية في غزة حققت إنجازات تكتيكية فقط من دون تحركات كبيرة لتحقيق إنجازات استراتيجية طبعا قال كلام كثير وكل في نقد الطريقة التي يدير بها نتنياهو وغالانت الحرب بالرغم من أنه هذا عضو من مجلس الحرب كان خمسة أعضاء فيهم أربع جنيارالات هو واحد منهم ونتنياهو لم يحققوا شيء كثير ما عدا الفضاعات الرهيبة والبؤس الرهيب اللي يقوموا به ضد أهل غزة سمعوا وش يقول هذا النائب واعتقد أنه فرنسي لم يصدق ما يحدث plaس هؤلاء لسـقا هؤلاء هؤلاء هل تكونوا للمساعدة؟؟ هل هل تكونوا بالمعارض؟ هل 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 هم نائب؟ هذا نائب نائب أوروبا اسمه برنارد غويتا يبدو أنه فرنسي أو ربما يكون بلجيكي أو سويسري يقول لماذا يفعل الإسرائيليون ذلك؟ هل فقدوا عقولهم؟ هل فقدوا كل قدراتهم الفكرية عن كل حس سليم؟ على ما يبدو الجواب هو نعم هذا طبعا هو أمثاله أبعد الناس على أن يتعاطفوا مع الفلسطينيين أو مع المقاومة لكنه هالهم أفزعهم صدمهم هذا التوحش لم يكونوا يتصورون أن فيه بشر يقدمون على هذا التوحش والعالم ينقل والقنوات تنقل مع أن القنوات لا تنقل الكثير لكن هناك على الأقل موقع التواصل الاجتماعي هذا التوحش وهذه البربرية خلت رئيس أحد كبرى الدول البرازيل وهو بعدد سكان يتجاوز الـ 214 مليون المضليفات قلت أكثر من 150 مليون لأنه لا يكون متأكد من الرقم لكن الحقيقة هم أكثر من 214 مليون ساكن برازيل هي واحدة من الدول الكبرى مساحة وعددا في السكان ومن الاقتصادات العالمية ضمن العشر الأولى وأكيد ضمن العشرين لأنه اليوم رهي هناك اجتماع لما يعرف بوزراء خارجية مجموعة العشرين رئيس البرازيل لولا دي سيلفا شن هجوم عنيف على الكيان السغيوني وطبعا بدأت شيطنته في بعض الإعلام الغربي وخاصة الإعلام المتسهين فخرج اليوم رؤساء عدد من دول أمريكا الجنوبية كوبا كولومبيا ودول أخرى كلهم يناصرون الرئيس البرازيلي ويقفون معه ويقولون ما قلته هو رأينا وما أقدمت عليه هذا الكيان ما أقدم عليه هذا الكيان هو إجرام لا يسوي إلا ما أقدم عليه فعلا ما أقدم عليه هتلر هذا الرئيس بنزويلي أو هنا أيضا يتحدث على ذلك طبعا هو معروف الرئيس البرازيلي الذي عنده خصومة مع الغرب لكنه ساند الرئيس البرازيلي بقوة وكثيرين من الرؤساء في الحقيقة في أمريكا الجنوبية وفي أماكن كثيرة من العالم إذن هذا التوحش يترك الآن ويجعل حتى البرلمان البريطاني اللي في البداية رفض أن يطالب بوقف اطلاق النار حتى زعيم حزب العمال هنا اللي في البداية قال نعم من حق إسرائيل أن تقطع الماء والخبز على هؤلاء الآن كلهم يتحدثون بأنهم مصدومين ما يقدم عليه هذا الكيان ومن الإجرام الواقع لكن هذا صدمة تجلت أكثر ربما هذه الأيام في لهاي أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى اللي رهي تنظر وعشرات الدول قدمت مرافعاتها ورهي ما زال تقدم المرافعات حتى حتى ماكرو المتصهين الذي ذهب إلى إلى تل أبيب وطالب بأن يشكلوا تحالف مثل ما شكلوه ضد حماس مثل ما شكلوا تحالف ضد داعش حتى هو الوقت الرسمي في لهاي باسم فرنسا قال من أن المستوطنات كارثة وتمنع قيام دولة فلسطينية أصبحوا كلهم يتحدثون على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية لصدر اليوم في الكنيسة وهذا عمر متوقع من أصل 129 قالوا أنهم يرفضون في المطلق في أي وقت أن يعترفوا بدولة تسمى الدولة فلسطينية والحقيقة أن حتى هذا من فهم الدولة أنا على يقين أنها لن تكون هناك دولتين إما أن تظل دولة سرهاينة ويظل الشعب الفلسطيني في هذا الوضع وإن كنت أستبعد ذلك وأتوقع أننا في خلال سنوات سنرى تفكك السهيونية نتيجة للبشعات التي يراها العالم أجمع اليوم وفضعات غير مسبوقة يراها العالم أجمع وجعلت الكثيرين بشكل رهيب حتى فنانين حتى جماعة الموضة حتى جماعة الرقص حتى جماعة كثيرين جدا من البشر هالهم هذه الفضاعات هذا في الغرب أما في باقي بلدان العالم في الأغلبية العظمى طبعا يرون هذا ويدينونه ويعارضونه خاصة في أوطاننا وشعوبنا المقهورة خلنا ربما نختم بموضوعه اثنين قبل أن نمضي الموضوع الجزائري هذه جدعول ليدي من هارتس وهو صحفي معروف لعلي ذكرت لكم هنا أكثر من مرة كتب يوم 18 أي قبل ثلاث أيام يقول فيه حان الوقت حان وقت اختبار الولايات المتحدة ثم المجتمع الدولي فهل ستستمر دائرة العنف اللانهائية بين إسرائيل والفلسطينيين أم سيحاولون وضع نهاية لها هل ستستمر الولايات المتحدة في تسليح إسرائيل تذكر هذا رانا نتكلمه على صحفي إسرائيلي في جريدة إسرائيلية هل ستستمر الولايات المتحدة في تسليح إسرائيل ثم تتباكى من استخدام إسرائيل للقوى الزائدة أم أنها مستعدة للقيام بخطوات فعلية للمرة الأولى في تاريخها لتغيير الواقع وفوق كل ذلك هل سيصبح هجوم إسرائيل الوحشي على القطاع هو الهجوم الأقل جدوى أم أن الفرصة التي سنحت في عقابه لن تفوتها من أجل التغيير لا جدوى من التجواجه لإسرائيل سواء إلى الحكومة الحالية أو الحكومة القادمة فالحكومة الحالية والحكومة القادمة لن تملك أي نية أو شجاعة أو قدرة على إحداث التغيير إنما يرد رئيس الحكومة على الاتصالات التي تجريها أمريكا من أجل الدولة الفلسطينية ويقول بأنه يعارض أي خطوات قصرية وسيتم التواصل للاتفاق عن طريق المفاوضات نضحك ونبكي في نفس الوقت نضحك لأن نتنياهو فعل كل ما يستطيع لمنع إجراء مفاوضات لسنين طويلة ونبكي لأن إسرائيل هي أكبر من يقوم بالخطوات القصرية جوهر سياستها كله تجاه الفلسطينيين هو عملية قصرية كبيرة وحادية الجانب عنيفة عدائية ومتغطرسة فجأة ها هي إسرائيل تعارض الخطوات الإسرائيل القصرية مفارقة مخجلة الحقيقة قال كلام قوي وقوي جدا لكن أتوقف هنا لأذكر أيضا مقالة اليوم لغريفيت وربما الناس عرفوا هذا الاسم مارتين غريفيت اللي انشارنا قال في إحدى الجرائد البرتغالية بالإنجليزية وأيضا نشرت في البرازيل يقول الفشل الأخلاقي للعالم في غزة يجب أن يشعرنا جميعا بالعار هذا كان العنوان إن القول إن الحرب في غزة لا تعرف رحمة أو شفقة وتعد مثالا عن الفشل الإنساني الذريع ليس بالأمر الجديد وما من حاجة أن نعيد بيان ما هو واضح وعوضت ذلك اسمحوا لي بالنياب عن زملائي في مجال عمل إنساني أن أحذركم ليس من اليوم فحسب بل مما أخشاه من الغد إنما تكشف فصوله في غزة على مدى 137 يوم لا مثل له في حدته وقسوته ونطاقه فقد قتل عشرات الآلاف من الناس وأصيبوا بجروح ودفنوا تحت الركام وسويت أحياء بكاملها بالأرض وهجر مئات الآلاف من الناس الذين يعيشون الآن في ظل أشد ظروف بؤسا بفعل حلول فصل الشتاء عليهم وبات نصف مليون إنسان على شف المجاة وراح يتحدث وبألم يعني تشعر أنه يعتصر ألم في المقال وهو حقيقة هو أحد الموظفين الدوليين الذي أكثرهم تحدثاً هو مساعد للأمير عن المتحدة حدث طويلاً فيها على هذا المناضيع وينتهي لكي يقول يوجه خطابه إلى المجتمعين في مجموعة العشرين في البرازيل يقول أدعوكم أن تستخدموا قيادتكم ونفوذكم السياسي للمساعدة في إنهاء هذه الحرب وإنقاذ حياة الناس في غزة ففي يدكم القوة التي تمكنكم من تحقيق فارق ملموس الحقيقة مدامة الولايات المتحدة التي لا أستبعد جداً أننا ربما وفي حياتنا حتى ربما خلال سنوات إذا طالبنا العمر سنشهد تفكك الولايات المتحدة فهناك كثير من المؤشرات التي تجعلنا نقول هذا الكلام ونتوقع تفكك ولعل لغنة غزة ذكرت بعض المصادر قالت من أن وزير الدفاع الأمريكي يقول مصادر صحفية أمريكية يقول في مجالسه الخاصة تعرفوا أنه أصيب بسرطان قالوا أنه يبكي مع بعض الذين يزورونه ويقول لهم إنها يبدو أنها لعنة غزة إنها لعنة غزة لأن السرطان عند وزير الدفاع الأمريكي هذا يبدو أنه سرطان نهائي ويبدو أن عمره أصبح معدود الأيام لعنة غزة هذه في الحقيقة ستصيب الولايات المتحدة أنا لا أقولها لأن هذا وشف التنكينج أنا أقولها لأن هذه قراءة في تاريخ الإمبراطوريات وقراءة في التاريخ وأيضاً لأن هذه سنة كونية إلهية من أن الفساد العظيم يتبعه أيقاب عظيم وأن الله لا يصلح عمل المفسدين وأن الله لا يحب الظالمين وأن الله يلعن الظالمين الناس أباً نحل آخر يرسل لي بعض الناس مسكين لتلعبوا بعقولهم ويقول لي لقد أوصانا الإسلام بأن لا نخرج على الحاكم الظالم يعني أشعر بألم كيف استطعت المدخلية عن طريق لصنعتها المخابرات الإجرامية في السعودية وفي غيرها أن تتلعبوا بعقول الناس إذا كان رب العزة يقول ألا لعنة الله على الظالمين جي تقول لي أنت بالي أنك لا تخرج على الحاكم الظالم هو يقول لك لعنة الله على الظالمين رأي يقول لك لعنة الله على الظالمين كيف هي يقول لك من جهة هنا لعنة الله على الظالمين ويلعنهم والقرآن مليء باللعنات على المستبدين والطغاة والظالمين والمجرمين والمفسدين في الأرض ونتج يقول حتى ولو كان مفسدا حتى ولو كان ظالما ماذا تقولون ماذا تقولون إذا كان رب العزة يقول لعنة الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون باش كانوا يعتدون يا رب العزة كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوه هذا عموم الناس لعنوا لأنهم كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه مينهاش بعضهم البعض عن الفساد وعلى المنكر وعلى الإجرام جيتها تقول لي لا يجوز خروج على الحاكم الظالم أي عقل هذا لماذا ترقتم عقولكم يعبت بها العابثون والمفسدون والخبثاء والسفهاء ولا حول ولا خوة إلا بالله ترجمة نانسي قنقر